بعد أن شق طريقه نحو إدلب شمال غربي سوريا استقر هذا الرتل العسكري التركي في معرة النعمان بريف إدلب المحافظة المشمولة ضمن مناطق خفض التصعيد تقول وكالة الأندول إن الجيش التركي أقام نقطة مراقبة جديدة في ريف إدلب ونشر عددا من عناصره لرصد أي اجتباك في إطار جهود تنفيذ اتفاق محادثات أستانا برعاية روسيا وإيران حليفتي النظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة ورغم أن الاتفاق يستثني المجموعات المتشددة وبينها تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام النصر سابقا ذكر ناشطون أن الآليات العسكرية التركية وصلت إلى معرة النعمان برفقة مسلح النصر في مشهد يذكر بدخول القوات التركية لأول مرة إلى شمال إدلب في أكتوبر الماضي باتفاق مع النصر المصادر ذاتها تحدثت عن اتفاق بين تركيا والنصر يقضي بتسليم الجيش التركي ثلاث نقاط على المحور الغربي لمدينة دارة عزة في ريف حلب تعتبر استراتيجية وحاكمة لريف عفرين مقابل توفير الحماية للنصر وفي وقت سابق نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر في المنطقة توجه العشرات من الآليات التركية إلى سراقب في ريف إدلب ومنها إلى ريف حلب الجنوبي حيث خطوط التماس مع القوات النظامية وحلفائها وبينما تواصل القوات التركية عمليات إدخال قواتها إلى الأراضي السورية استأنف الجيش النظامي قسفه لمواقع المعارضة في الغطاة الشرقية بريف دمشق الغارة استهدفت دومة معقل جيش الإسلام وحرست الخادعة لحركة أحرار الشام ومن تبقى من النصر وعربي حيث ينشط فيلق الرحمن القصف أوقع وفق المرصد قتل وجرحة مع احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا بين المدنيين